في بغداد وعمان تتوحد وجهات النظر في التعاون والتبادل التجاري والثقافي سيما مع متانة التقارب في العادات والتقاليد وللجالية العراقية الواسعة التي تأيش في الأردن وجود كبير يعود إلى محبة متبادلة بين الشقيقين قيادة وحكومة وشعبا الصورة الواحدة بين العراق والأردن تجمعها التفاصيل التي يتخذها الجانبان من تركيز على رسائل العاهل الأردني والتي يؤكدها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات مستمرة ومتواصلة جمع هذه المرة بين وزيري الداخلية الغانمي ونظيره الفراية في تعاون مشترك لتبادل الخبرات الأمنية وإجراء تسهيلات من شأنها خدمة الطلبة الدارسين في الأردن أو في العراق ودعم الحركة التجارية ووسائل النقل وتسهيل منح التأشيرات والإقامات في البلدين الشقيقين إن شاء الله سنقطف ثمار هذه الزيارة بإنعكاسها الإيجابي على الشعبين الشقيقين الشعب العراقي والشعب الأردني عكاس طبيعي للعراقة التاريخية مع العراق الشقيق اللي في الأردن نثمنها عالياً وأعتبرها من أهم الدول التي نبني معها علاقات الأردن الذي يعتبر العراق رئاته الأمنية والاقتصادية تبادله بغداد الاعتبار نفسه فيما كانت الأردن المهمة لتحسين فرص الاستثمار والتوفير حلول ناجعة من شأنها تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ترفد البلدين بما يدعم تقدمهما خطة عمل مشتركة ترى النور قريباً مع تعميق خطوات عودة العراق إلى حاضنته العربية ونسيجه الواحد الذي كان قبل الظروف الأمنية القاسية التي تعرض لها البلد نتيجة إرهاب داعش قيادتان حكيمتان تؤكدان الثوابت الوطنية المشتركة والتي تعزز الأهداف الواحدة في مواجهة الإرهاب وإعادة تفعيل وتطوير اتفاقيات مشتركة منذ السنوات تفتح باباً جديداً من التعاون المثمر بما ينعكس على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر